موسيقى حياكم الله ومشاهدنا الكرام في كل مكان في السلطة الرابعة وأبدأها بأبرز العناوين في موقع يمن مونيتور منظمات حقوقية يمنية تؤيد قرار تصنيف الحوثين جماعة إرهابية وصحيفة العربي الجديد تكتب ميناء عدن فوضا في الشحن التجاري وقفزة في التكاليف وفي الشرق الأوسط معرض صور حوثي يكشف مقتل ألف مجند من مديرية واحدة في صنعاء البداية من موقع المصدر أونلاين والذي ذكر في تقريره الخاص أن الحكومة الجديدة عادت إلى مدينة عدن في أواخر ديسمبر الماضي فيما كان من المقرر تنفيذ بنود الشق العسكري لاتفاق الرياض في محافظة عدن وأبيان جنوبية البلاد عودت تعثر أجواء الاتفاق الذي تشرف عليه المملكة العربية السعودية وبين الموقع في تقريره أن قوات حماية المنشآت هي إحدى تشكيلات قوات الدعم والإسناد التابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي ومن المقرر بحسب اتفاق الرياض أن تتسلم هذه القوات مهام تأمين المنشآت والمرافق الحكومية في المحافظات التي يشملها الاتفاق بالتزامن مع ضم أفرادها لوزارة الداخلية لكن مصدرا أمنيا قال لموقع المصدر أونلاين أن النزاع حول النفوذ والتمكين في مدينة عدن وعملية التقاسم البارزة بين قوات الدعم والإسناد والحزام الأمني من جهة وقوات أمن عدن وكتائب العاصفة من جهة أخرى أدت إلى إضعاف وتهميش أدوار القوى الأمنية الأخرى التي تقع خارج هذا السباق مضيفا أن أغلب القوى الأمنية والقادة الذين ينتمون لمناطق خارج نطاق القوى التقليدية الجغرافية في لحج والضالع باتوا يملكون حيزا محددا من التحرك في ظل إحكام الأولى على الوضع العسكري والأمني إضافة إلى تحكمها بالقوى البشرية في هذه المناطق لصالحها موقع العاصمة أونلاين قال أن تقرير لجنة العقوبات التابعة لمجلس الأمن الدولية الصادر مؤخرا بشأن اليمن أفرد بند كاملا مكونا من أربع فقرات تناول فيه أبرز أدوار القيادي في ميليشيات الحوثي الإرهابية المدعو أحمد حامد وتفيد المعلومات التي أوردها التقرير بخطورة الأنشطة الإرهابية التي يمارسها حامد وبروزه مؤخرا ضمن أجنحة تتصارع داخل الحركة الحوثية على النفوذ والإثراء حيث بات يشكل إلى جانب محمد علي الحوثي وعبد الكريم الحوثي أقطابا تهدد زعيم الجماعة عبد الملك الحوثي وتنازعه الزعامة ولفت التقرير إلى تورط حامد بأعمال قمع وتخويف للمعارضين السياسيين وأنشطة فساد خاصة في المجال الإغاثي والإنساني حيث حصل الفريق الأممي على أدلة تثبت تورط حامد الذي يرأس الهيئة الحوثية لتنسيق الشؤون الإنسانية بتحويل المعونات الإنسانية لصالح الميليشيات وعملياتها الحربية ومنع وصولها إلى الفئات الفقيرة والفئات أيضا الأشد فقرا يذهب التقرير الأممي أبعد من ذلك ليؤكد أن أحمد حامد له صلة وثيقة بوقائع الانتهاكات بحق مختطفين وابتزاز النساء واختطافهن حيث يقدم الدعم لسلطان زابن المدان بانتهاكات واسعة ضد النساء في تقرير سابق للجنة الخبراء ذاتها منظمة حقوقية يمنية تؤيد قرار تصنيف الحوثيين جماعة إرهابية بهذا العنوان تناول موقع يمن مونيتر تقريرا قال فيه 30 منظمة حقوقية في اليمن قالت إنها تؤيد قرار الولايات المتحدة الأمريكية بوضع الحوثيين على لوائح الجماعات الإرهابية والذي يساهم في تخفيف جرائمها ضد المدنيين في البلاد وأشار البيان إلى أن الجماعة المسلحة تشن حربا وحشية على اليمنين منذ ما يقارب ست سنوات تسببت بأسوأ كارثة إنسانية في العالم يعيشها اليمنيون إضافة إلى الجرائم والانتهاكات البشعة ضد المدنيين بما فيهم الصحفيون والنشطاء والنساء والأطفال التي وثقتها منظمات حقوق الإنسان المحلية والدولية وفريق الخبراء السابع لمجلس الأمن وفريق الخبراء البارزين المكلف من المجلس الدولي لحقوق الإنسان وقال البيان إن الجماعة الحوثية تسببت في أضرار فادحة على الاقتصاد الوطني وفرضت الضرائب الباهضة غير الكارونية على الأعمال التجارية والجبايات على المواطنين ما أضر بملايين اليمنيين كما نهبت رواتب الموظفين واحتياطية البنك المركزي الذي كان يقدر بخمسة مليارات دولار قبل سيطرتها على العاصمة صنعة قال الكاتب في موقع يمن شباب منذر فؤاد أن المنظومة الدولية أعادت تدوير وجود السلطة القديمة في مناصب تختلف عن تلك التي كانت تشغلها سابقا في اليمن لكن هذه العملية لم تعد بالنفع على المواطن اليمني بقدر ما ضاعفت من معاناته وقال فؤاد في مقتضب مقاله أن قضية فساد البنك المركزي يجب أن تشكل دافعا للتقصي والبحث عن الرؤوس الكبيرة التي تعبث وتسرق مقدرات البلاد في جميع المؤسسات وفضحها أمام الملع هذا الجهد يحتاج إلى استقلالية بعيدا عن وصاية الأحزاب السياسية وضغوطات الإعلام الذي يخضع للدفع والطلب تسأل الكاتب في نهاية مقاله ما الفائدة من تصريف الطاقات في جهد كهذا في ظل واقع التغيير في أبعد ما يكون بسبب الأزمات المتعددة والجواب لا ينحصر فقط في تعرية وجوه الفساد التكمن أهمية هذا الجهد بشكل أساسي في توثيق الحقائق والوقوف أمام أي محاولة مستقبلية لتزييف التاريخ فضلا عن أن هذه الحقائق هي شهادة إدانة قد تؤتى ثمارها غدا في مقاضات الذين أفلتوا من عدالة اليوم من الصحف المحلية والمواقع المحلية مشاهدين الكرام إلى الصحف العربية وتحت عنوان ميناء عدن فوضى في الشحن التجاري وقفزة في التكاليف قالت صحيفة العربي الجديد أن ميناء عدن أصبح في الفترة الراهنة مثار جدل واسع إذ لا يقف الأمر عند حدود الفوضى التي تحتاجه أو تجتاحه والتسرب الحاصل في إراداته بل يعاني كذلك من انتشار منافذ عديدة للتهريب في أكثر من اتجاه الأمر الذي يؤثره بشكل بالغ في نشاطه الملاحي فتكشف مصادر ملاحية رفضت ذكر اسمها للعربي الجديد عن خضوع الأجزاء الشمالية الغربية من الميناء لقبضة المهربين وهو ما يفقد الميناء جزءا من نشاطه في الشحن التجاري وعمليات الاستيراد وأيضا التصدير الخبيرة الملاحية القبطان أيمن صالح يؤكد للصحيفة أن عملية ضبط الموارد العامة واستعادتها يجب أن تبدأ من ميناء عدن الذي يعاني من فوضى عارمة وازدهار عمليات التهريب كما هو حاصر في سواحر رأس عمران وفق حديثه ويعزو خبراء في الشأن اليمني هذه الاختلالات الحاصلة التي نتج منها توسع مخيف لظاهرة التهريب ليس فقط في ميناء عدن بل في جميع المنافذ اليمنية حتى المغلقة منها إلى الحرب الجارية وما الحقته من أضرار بالغة بالبنى التحتية الأساسية في أجزاء واسعة من البلاد بما في ذلك الطرق والجسور والمنافذ البرية والبحرية وأيضا الجوية صحيفة عقاد قالت أن النظام الإيراني لن يتخلى عن أساليبه الإرهابية وأعماله العدوارية التي يعتقد أنها الضمانة الحقيقية لبقائه إصراره على دعم الميليشيات الحوثية الانقنابية في اليمن بالصواريخ والأسلحة المتنوعة وتحريض هذه الميليشيات على استهداف المملكة وخاصة المطارات والمستشفيات والأعيان المدنية وبيّنت الصحيفة في افتتاحيتها أن استهداف المستشفيات في منطقة جازان دون مراعاة لحقوق المرضى يأتي ليؤكد همجية النظام الإيراني وهو يحرض ويدعم الميليشيات الحوثية وزيف الدعاءات برغبته لإقامة علاقات جيدة مع المملكة خصوصا والجيران عموما وينظر المجتمع الدولي لأن هذا النظام المارق على أنه نظام متخطط وفاشل سياسيا ولا يمكن له أن يعمل إلا وفق خطط إرهابية مستهدفا استقرار المنطقة وأمن شعوبها ولكنه في المقابل يواجه بسياسة صعودية حكيمة وعاقلة لقنته درسا وهي ترفض التعاطي معه بل وأوصلت لهذا النظام الدموي رسائل واضحة مفادها أن لا علاقة له بالعرب وأنها ستقف في وجه أطماعه وأحلامه التوسعية نشرت صحيفة الشرق الأوسط تقريرا قالت فيه أن معرضا حوثية للصور كشف عن مقتل أكثر من ألف مجند من مديرية واحدة في العاصمة صنعاء كانت الجماعة دفعت بهم أو دفعت بهم إلى جبهات القتال وذلك بالتزامن مع مطالبات عائلات للجماعة بالإفصاح عن نصير العشرات من أبنائها الذين اقتادتهم في الأشهر الماضية إلى خطوط النار واتهم الأهالي في مديرية معين ثاني أكبر المديريات في العاصمة صنعاء من حيث عدد السكان اتهمت الجماعة الحوثية بالوقوف وراء اختطاف أبنائهم وذويهم من شريحة الشباب والأطفال صغار السن وأخضاعهم لدورات طائفية وعسكرية ومن ثم تحويلهم إلى وقود ومحارقة للموت تحت ضغط أهالي المجندين اضطرت الجماعة بحسب المصادر إلى تتشين العشرات من معرض الصور على الطريقة الإيرانية لقتلها في جميع مديريات أمانة العاصمة في مقدمتها مديرية معينة التي تضم في نطاقها ثلاثة أحياء كبيرة ونحو 97 حارة ومن خلال رصد سريع في المعرض بالمديرية ذاتها تبين تصدر حي السنينة الذي يضم أكثر الحارات قائمة القتلى ممن لقوا حطفهم في الجبهات على أيدي القوات الحكومية المسنودة بطيران التحالف الداعم للشرعية واتباعا لعملية الحصر تصدرت حارات كل من القميعة الأحلى الشمالية العزة قرية السنينة والرسالة والأبرار ووادي الأحلى وحارة الستينات الغربية وحارة الخير والسلام في حي السنينة قائمة الحارات بمديرية معين ككل من حيث عدد القتلى الذين زجت بهم الجماعة في أتون حربها في حين حصدت حارات حي عصر بالمديرية ذاتها المرتبة الثانية في عدد الصرعة ثم حارات حي معين التي جاءت في المرتبة الأخيرة ختم السلطات روكوكو مع كاريكاتير اليوم اشتركوا في القناة